موسيقى اسمي ريمون بكوري أنا لبناني كاتب وروائي تركت لبنان من 30 سنة حياتي تحولت من مهندس معماري للمصارف للكتب والتلفزيون والسينما كاتب سبع كتب ترجمت لـ 40 لغة بتصور رح نحكي عن التراجكتور طبعي من بيروت من اليو بي للسينما والتيفي وهالكتب وبيبقى أنه منعرف بعد أنا وريكاردو أكيد رح نحكي عن العائلة عن بناتي ميو كريسي وعن علاقتي بلبنان من بعد كل هالسنين ريمون بكوري المصرفي المهندس المعماري كاتب السيناريو وروائي جامع الأضغط في المهن أهلا وسهلا فيك أنت هنا في بيروت بمناسبة عيد الأمهات حرصت أن تكون هنا في هذه المناسبة شو هو يصير أنه نرجع صغار حين نحتضن من أمهاتنا حين نلتقي بأمهاتنا هل هذه طبيعة البشر كل البشر أم هي طبيعة نحن المشرقيين واللبنانيين تحديدا بعتقد يمكن أقوى عنا هالشعور يعني أنا صلي ساكن بلندن 30 سنة و قبل ساكنت بأمريكا و بعتقد أكيد هالشعور نحسه بكل النواحي بمنطقتنا و بشخصياتنا أكتر من ما شفته بره أنت كتب كبير الصاحب ألم و صاحب كلمة هل كتبت لولدتك اللي تشعر فيه أم على العكس يلي بيشعر فيه الإنسان بالإجمال من الصعب أنه يترجمه بالحروف والكلمات إجمالاً يلي بكتبه منه يعني الأصص يلي بكتبها والسيناويات اللي بكتبها خاصة أكتر بال ما فيها وجدانيات و ما فيها عواطف فيها أكتر طبعاً تحليل وأبعاد وأسرار لكن صاحب الكلمة هو صاحب ألم هو إنسان بيقدر يوضع و يترجم عبر كلمات و على صفحات أمور كتيري هل من الصعب أنه يحكي عن مكنوناته عن شو بيشعر فيه عن شو بيحسه حين يتعلق الأمر طبعاً بإنسان قريب منه طبعاً يعني معقول تكون باراغراف واحد معقول تكون صفحة مش أكتر بيمنى الصفحة مش يعني بيكون بهالصفحة وبهالباراغراف فيه شعور يلي عم بعبروا عن كيف إحساسي لشخص قريب كتير مني لو أمي أو باية أو مرتي أو بناتي وهن بس يقروا يعني بلاحظ على كل هالسنين أنه بيشوفوا هالغمزة يلي عم بعطلون إياها يلي مانا واضحة مانا أوفيس بس بيلقطوها هذا شيء يلي بيخلي الكتاب بيصير أكتر ريتش أكتر فراءاً وغيرها ألتع بالشوي أنك لك 30 سنة ببريطانيا لندن تحديداً من قبل طبعاً عشت أيضاً أضح من الزمن في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية كثير من العاش بلاد الاختراب التقيت فيهم حاورتهم جلست معهم وبعد من اليوم حتى بعد مرور سنوات عديدة على انتخالهم إلى أماكن بعيدة كل البعد عن لبنان متعلقين بالوطن متعلقين ببلد الأم ما سبب يلاقيهاك؟ هل هو الانتماء؟ هل هو الهواء؟ هل المياه؟ هل الهوية؟ ما هي الهوية بالنسبة لك؟ سؤال صعب يعني أنا بس غريب بس أرجع على لبنان بيجي مرتين ثلاثة بالسنة تشوف أمي أساساً وأصحاب عندي أصحاب كتير هون وفي دايماً في شعور ذاته يلي بتكون طيارة يعني عبعد بس تبلش تشوف الشط بيبلش هالشعور وبعدين كتير طيارة فوق الروش في شعور كتير قوي يلي متل عم تقول كل اللبنانية إجمالاً بيحسوا فيه بس بذات الوقت هلأ بحس أنه فيها الشعور في يوفوريا وفي حزن بذات الوقت من وراء حالة البلد كيف عم تطاوى يعني الحالة كيف عم تتغير بآخر هدي صارنا يعني بالوضع شو هو اللبنان ما بعرف في عنا تاريخ كتير قوي في عنا عوايد كتير قوية في عنا في بارادوكس باللبنان في تناقض في تناقض كتير قوي بين الدين ادي فيه بورمث دفء دفء بين الناس بين الأصحاب بين العالي يعني اللي مش موجود بالدني أنت أيضاً بتجمع تناقضات أنت بنفس الوقت قريب وبعيد أنت تبدو للوهد الأولى أنك قاسي أنك بارد أنك جامد اللي بتعرف عليك بكتشف الإنسان مختلف مختلف الطباع محب قريب من الناس بهمك التفاصيل التفاصيل تعرف أخبار الآخرين تبعوهم عن قرب بتعيش معهم اللحظات الفرحة واللحظات الحزين اللحظات الصعبة هل بتشوف أنك تشبعت من الغرب أكتر مما أخدت من لبنان مين أنت مدين بالأخير هل مدين أنت لهيدا البلد أو مدينة البلد اللي عشت فيها هيدا المسألة اللي ما عندي سوليوشن لإله بحياتي يعني بسيكن بلندن كل هالسنين ما بعتبر حالي إنجليزيا ما بعتبر حالي سيكن ببلدي وبس إجي لهون بحس مرتاح بحس أنه رجعت على بيتي على بلدي بس بذات الوقت في كتير إشياء اللي صرت أجنبي لإله بعتقد أهم بكل هالشعور هو الشعور الإنساني يعني بيجي لهون وبحس أنه أنا بين ناس يلي بحبون بحبوني بفهم عليهم بفهموا عليهم بيشبهوك بشبهوني بال أنا بشبه نفس الصلاة طبعا يعني وهيدا الشعور كتير ما بعرف يعني واحد بنتمي ل بدمه بتكون ما بعرف بل منتجه يفق أن الدجاج السوداء قادرة أن تضع بيضة بيضاء ويمشي في طريق معبد بالتفاؤل والتحولات أصدقاء المشاهدين نتلقى تعليقاتكم وأراءكم عبر موقعينا الخاص ريكاردو كارم دوت كوم وعبر موقعي التويتر على العنوان ريكاردو أركارم وفيسبوك على صفحة كارم ريكاردو ريمو خوري هجرت مع أهلك إلى نيويورك كنو سباقوك قبل إختك وخيك أنك ترجع أن تعود إلى لبنان وتدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت الهجرة الثانية تمت بظروف مختلفة ظروف لا تنسى كان يوم مشمس عزين من شهر فبراير من العام 1984 أنت نقلت على عربي برمائي ثم عبر طوافة بمساعدة سلاح مشات البحرية الأمريكية حدثنا عن هالواقعة مثل عام طول لما خلصت المدرسة في نيويورك كانت سباق وسبعين قررت أرجع لهون مع أهلي نرجع نعيش هون خلصت الإي سي عملت الإي و بي بعد ما تخرجت بشي لما تخرجنا من الاركيتكتشور كانت الأوضاع عطلة هون كانت ساكنين حد الإي سي آخر كم شهر كان فيه كورفيو كوروفو من الثمانية عشية للخم ساعة بكرة ستاعة بكرة بعدين صار فيه الدرب على المنطقة اللي ساكنين فيها بعدنا جمع بالملجأ وأهلي وأكثر أنا حسيت أنه أهلي يعني صار نحن ساكنين على آخر طابق وكان بي معدل وجليدي ينزل على الملجأ كل مرة يبدأ الدرب يقول خلاص فقررت أنه صار لازم نترك صارت خطرة المسألة خي معه باسبور أماركاني كان فينا نشارك مع الـ الـ تبعهم وهيك صارت نزلنا يعني على كان لما طالفنا لنا بعد ثلاث ساعات جاي الهليكوبتر بقى تطلع ببيتك تطلع بقوتك تطلع بكل حياتك وبحيالك شنطة تأخذ بدك ضرب حياتك بشنطة وتمشي بس أنه مع كل هيدا كانت ظهرها لكس يعني بلاسبة غير يلي ما قدروا يظهروا هيك بس أنه بدك بلش حيات جديدة ببلد جديد بدك تدبر حالك أنت ورايا هل شعرت أنه ما رح ترجع إلى بيروت أي طبعا كنا أحسسك أي وهكذا كان يتحدر ضيفي من بيت يفقه أهمية الثقافة والعلم والمطالعة جده هو إلياس شبل الخوري الذي أسس في العام 1907 مع مارون عبود الجامعة الوطنية في علي ووالده هو الوزير السابق المهندس كمال إلياس شبل الخوري الذي رحل في يوم من شهر واحد من العام 2011 11 1 2011 رقم بارز أنت متوغل في علم الأرقام والأبعاد والخفايا هالرقم هل بيعني لك شيء؟ هالقله رمزية؟ طبعا كنت حده لما توفى و كانت مرحلة كتير سعبة كنت مرد كنت مرد كان ساكن بلندن هو وإمي كانوا ساكنين بلندن ولما مرد وعرف أنه لم يكن عنده يعني عطو أشهر لم أحب يموت بلندن حاب يرجع لهون بقى وبذلك الوقت مالش يطبق بلندن بعدين انتشفنا أنه مرت كمان مردت بذلك الفترة بقى حاب يرجع لهون و بقى أنا كنت عم بيجي كل ثلاثة جماع قضي معه وجمعة وتوفى نهار قبل عيده بتذكر من الأشياء اللي كانت عم بتعطيه فرح على آخر كم شهر كان عندي كتاب جديد رح يطلع بس بعد ما كان كان بعضه عم يتبعوه وعم يحضروه بعد ما كانت كل مرة إجي جيب له معي مثلا الكوفيرتور أو الهليف أو الكتاب والكتاب ديديكا سيلا له مهدى له مهدى له بأنبسط يعني كان في شغلة صغيرة يمكن تافى بس هو انبسط فيها وأنا انبسط إنه قدر عملوها لآخر مرة ما جيت قبل ما يتوفى قدرت يعني تلفنوا لي من نيويورك قالوا لي عم نطبع الكتاب قلت لهم بدكم توصلوا لي الكتاب بالفادكس يعني بكرة تارك على بيروت بده يكون البداية لأنه بدي أعطيه لبي وهي كثير وصل لها بكرة رحت على المطار جيت لهون كان معي أول كتاب وقدر شافه وشاف الدديكيشن ما قاله شغلة صغيرة بس يعني بتذكر أنه بتسم فيه الرمزية كبيرة كيف بتحيي ذكرى والدك بنفسك الدديكيشن بكتابي لبي هي أطيب شخص عرفته بحياتي كان عنده جينيروسي برسبة للعلم للحياة للغير ما شايف مثله وكان سبورتيف يعني كان أكيد أنا وخي أطنياتنا تعلمنا هو هندسة أنا هندسة معمارية أطنياتنا غيرنا الكارييرس سمولنا من بعض الجامعة والكارييرز يلي منى واضحة بالنسبة للشغلة الكلاسيكية يلي يمكن خاصة بلبنان الأهل بيتمنوا أنه خاصة من جيل بي يعني أنه تكون مهندس حكيم أو محامي 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 بي كان كتير محامي كان داعم للكم وهذا الشيء اللي لما صار معي نجاح بالكتب من أكثر الأشي اللي عطتني شعور قوي وأدي شفت فيه هالفخر بالنجاح هذا كان يعني لما ينزل كتاب يعني كل جمع يسألني وينك عن نيويورك تايمز ليس اليوم وشوف واسمعه ولليوم يعني أمي بتقلي شفت من أصحابه وكذا كتير بيحب كتبه يعني هذه الشغلة هي مكافأة بحد ذاتها بشكل كبير تحياتنا إلى السيدة ودخولة هي طبعا صديقة رح تكيب من كلنا من حبة ومن عزة ومن جلة قبل ما انتقلت إلى عالم الكتابي انت اشتغلت في عالم المصارف والاستثمارات وفي العقارات أيضا هل كان ضايع بخياراتك ايه بشكل يعني أنا تخرج من الاركيتاكتشور وكان كنت حابب أنه تكون حياتي تكون مهندس مع ماري تكون أعمل وعمل بنيات بنيات حلوة بس لما تركت بعد ستة شهر من ما تخرجنا رحت إلى لندن لندن لقيت بين لندن و باريس كان الحياة كتير صعبة للاركيتكتش هل كنت عم تبحث عن نفسك عن المال أم عن المهنة؟ وقتا كان أكتر عن المهنة من عن المال بس ما كان في مهنة وهي هيدا المشكلة أنه كان بإنجلند مثلا بلندن في كتير قليل عمار في عمار داخل يعني فيه انتيريور ديزاين بس مش اركيتكتشور ولكن الأمبشن طبعي أنه عمر مش غير انتيريور الهندسة بحاجة إلى علم الحساب والعمل المصرفي بحاجة إلى علم الحساب أيضاً ماذا عن علم الكتابة؟ هل تعلمته أم امتحنته وخطته بالفطرة؟ من أنا ومن لما كنت ولد بالمدرسة بتذكر أنه لما كان عنا نكتب إنشاء بس تكون كرياتيف يعني مش كان دايما عندك كانوا علاماتي دايما كتير مني حبر خاصة لما رحت عاماركا لما رحت عاملت سنتين ما يسكول ببداً؟ ما يحكي إنشاء بلغة العربية أم إنشاء بلغة الإنجليزية؟ لا بالإنجليزية بالعربية بتات كلنا كلنا بالصف يعني اللي بيخد عشر عشرين بيكون بدع بس بالإنجليزية كان دايماً خاصةً الصفوف اللي كانت كرياتيف يعني كان يطلع لك الوقت لوقت إستاذ يلي بيقدر الكرياتيفتي كانوا علاماتي كتير عالي بس ما كنت تفكر بهالشغل يعني ما كانت تغطرع بالي إنه هاي دي شغلي اللي معقول لكنك كان خلاق من صغرك بتحكي دايماً عن الصدفة الصدفة اللي بتدور بحياتك الصدفة بدلت مسارك هل تؤمن إنه الإنسان مسير لا مخير؟ هو بيصنع عدره بإيده؟ بتأدي اتنين يعني أنا بحياتي ملحقت كل كل معقولة كل الفرص كل الفرص اقتنستها استغليتها لأنه شغلي مش هيني يعني لما بلاشت قبل الكتب كنت عم بعمل سيناريوات وتتفوت على عالم الفيلم والتيفي بإنجلود وبهوليوود مش هيني ما بتعرف حداً ما عندك حداً يعني ما أنا شغلي اللي ما في سي في ما في انتروفيو ما في تروح على جامعة وبعدين تاخد جوب بدك بدك ضلك تفوت بالحيات مئة مرة ألف مرة قبل ما حداً يسمع لك يقرأ لك كلمتين ويفكر إنه معقول كم مرة فتبت بالحيات؟ ما في عدون واجعت؟ اي كتير وقعت؟ كتير كنت ترجع تقوم وتوقف على أجريك بسهولة؟ اي لأنه كنت شغلي ببدي أعملها واحد زائد واحد في علم الكتابة بيساوي قصة بيساوي كتاب لكن بيعلم الحساب واحد واحد بيساوي اثنين اليوم راس ريموهوري يعمل حسابياً أم أدبياً؟ أدبياً هل الهندس هي ساعدتك في بناء النصوص؟ بعتقى دي لأنه خاصة مش للكتب بس للسيناريوات للتيفي وللسينما لأنه سيناريوات فيهم فيهم ستركتشور إذا عم تحكي مسلسل تيفي بامريكا له ستركتشور خاص لأنه عندك الدعايات بأوقات مخصصة بدك تعمل ستركتشور القصة أنه قبل الدعاي يكون فيه إفنت يلي راح يخلي المشاهد ينتظر يرجع مش يقلب على الدعاي يقلب وتخسره خاصة دعاية النص ساعة يلي هي أهم واحدة بقى فيه استركتشور فيه كمان فيه باراماتر يلي هي مثل الاركيتكتشور إذا شخص بدويك تعمر له عندك الأرض عندك البيجي عندك الليمتس يلي شفيك تعمل بقى فيه ديسيبلي يلي هي زيتها باثنين فيه كرياتيفتي من ضمن ديسيبلي الكتب لا الكتب تعمل يلي بدك حين تنحن لتكتب يقترب العقل من القلب كثيرا وحين يقترب القلب من القلم تنساب الأفكار مسبوكة جميلة صادقة فاصل ونواصل نعود متابعة هذا اللقاء مع ضيفنا الروائي اللبناني ريمو خوري سبعة كتب برصيدك وشركت في كتابة ثلاث كتب أخرى أول غيف كان آخر فرسان الهيكل يلي كتبته بالعام 95 كسيناريو لكن ولادته تأخرت وتعثرت عشر سنوات والسبب هو أنت رفضت أن تستجيب إلى إرادة دار النشر بتغيير بعض التفاصيل التي لم تكن جذابة برأي دار النشر هذا رفضت استبدال المحور الديني في القصة بمحور ربما قد يعجب أكثر قراء عام 1995 هل خفت على ترابط القصة؟ هل رفضت اقتناعاً بأن القراء ليسوا منطينة واحدة من لون واحد واهتماماتهم منة واحدة وأن ما كتب قد كتب؟ اشتغلت سنة ونص على كتابة السيناريو تبعاً وكانت كتابة مش هينة لأنه كنت عم عم بتطلع على أسئلة التي لم تكن سألها في كل حياتي عن مسائل دينية ومسائل تاريخية وحسيت أن القوة التي الناس عم تتجاوب لهذا السيناريو بقوة لأن القصة لأنه من الموجود بالسيناريو لكن لم تكن داخل بهذا العالم بعد لم تكن لدي أجنت لم تكن لدي أجنت لم تكن لدي موضوعات في هوليوود لم تكن لدي أحد من صاحب التاني وصل لهذا الدار النشر في نيويورك الذي كان من يقوم بنعد من أهم ثلاث دول نشر بالعالم دول نشر بالعالم كتب تبعونهم برشيشا كورنويل وطوم كلانسي الذي كانوا في وقته نمبر وان بسيلرس يردوا علي هذا العرض الكبير كتير مهم يلي بيغير حياته لحيالة كاتب يعني حلم حيالة كاتب وبيعزموني عن نيويورك بتقمضي الكنترا بروح عن نيويورك بيقولولي أنه بس في شغلي صغيري بنا نغيرها بقصتك يلي هي كل المبدأ طبع القصة إنه إذا بالقصة فيه سر تاريخي يلي هو يلي الكمبلو كله بدل ما يكون سر مش مادة بالدنياء كان يكون دهب أو كنز أو هيك شي يلي أنا بالنسبة لي كان عم بتشيل كل قيمة هالكتاب كل قيمة القصة عم بتعملها مثل هل فيه كتب كتير بينجحوا من هالنوع من بعدها كان فيه الفلومة تبع ناشنال تريجر مثلا تبع نيكلس كيج فيه كتب كلايد كاسلر يلي صار له أربعين سنة نمبر وون بس سيلر يلي كلها هيك أدفنتشرز أنا كان برأيي أنه القصة إذا تقلبها هيك رح تخسر كل قلبها و ما شفت وين رح يكون الإضافة بس بذات الوقت كان صار لي ثلاث سنين ما عم يعني تركت البونك ما عندي مدخول مرت عم تولد أول بنت بقى كان يعني كان مش بس ايك يعني كان الديل هالأد كبير إنه تلفنوا لي من هوليوود تلفني يعني من هوليوود شخص يلي بنعد أهم شخص بعالم التحويل الكتب للفلومة بهوليوود وبمثل كان مايكل كرايتون وكل طوح بجوراسيك بارك وقال لي إذا بترفض هالديل ما تعزب حالك ترجع على هوليوود بهالكلمات ما تعزب حالك نسي هوليوود إذا بترفض هالديل مركب كله بس بدك تمضي وعم بيدفعوا كتير مني يعني إنه ما فكروا ممضيت ممضيت انتظرت عشر سنين انتظرت عشر سنين للكتاب هلأ يلي صار إنه السيناريو ما زار كتاب والفكرة كانت إنه بيصير كتاب ترجع يصير سيناريو كانت تركيبة غريبة كتير بس كانوا الناس القد قوية وأنا مني بال يعني بعدني عم بلش بقى قالتوا اوكي أنتو بتفهموا أكتر مني بقى بمشي معكم كنت مبتدئ كنت مبتدئ يعني بعدني وبريئ إلى حد ما كليا مسألة الدين لم تكنتوا داعب أفكار القراءة الأجانب اهتمامتهم كانت مختلفة لكنها شي تبدل بعد أحداث 11 سبتمبر من العام 2011 كتباتك هل أيضا تبدلت شو تغير فيها؟ من بعد 9-11 كنت عم بشتغل على مسلسل سياسة بلندن كتير من شهر اسمه سبوكس كتابتي ما تغيرت بس بعتقد القابلية للمواضيع اللي كانت تهمني تغيرت وفدتني هالشغلية الكتاب الأول جعلك تتربع على قائمة أوائل الكتاب في العالم وطبعا كرة السبحة طرحت بكتبك أفكار تقدمية قد تراود كل واحد منا من دون أن نجرؤ على البوح بها من دون أن نجرؤ أحيانا على الإعلان عنها مثل أصل الحياة ماذا بعد الموت لماذا نشيخ الإيمان التقمص أسئلة صعبة شائكة معقدة هل وجدت له أجوبة؟ في منها أي منها لا يعني ما لقيت أجوبة نهائية لهالمسائل بس يلي عملته أنه مثلا بالنسبة ل إذا مثلا تخد سؤال ليه من خطير ومن موت هاي دي شغلي اللي بت بت تفكر فيها من أنا وصغير عندي هال هال بال هاجس والهوحس وكتبت عنه سيناريو قبل ما يكتب الكتاب قبل سبع سنين من الكتاب كتب سيناريو بعته لهوليوود عن هال هالمسألة حبيت أفهم ساينتيفيكلي بالنسبة للعلميا شو نعرف عن هالشغلي هل هي هالمجبورين نخطر ونموت على هالشغلي اللي هالمجبورين أو هالملزمين ملزمين أوكي ملزمين أو هي عدة أمراض يلي مثل ما مثل ما الألزهايمرز مثلا كانوا يقولوا هيدا خرفين بقى نلقوا أنه لقتها فيه شي اسمه ألزهايمر اللي فينا نجرب ليله بقى زيت شي الخطية اللي يمكن فينا كمان نجرب ولقيت بقى عملت صرت أطلع بس علميا شو وين صرنا اليوم اليوم وين العلم أكتر شي أدفانسد وشو شو الصعوبة به بهال هالرشارش البحث اللي هي صعوبات كتيرة مثلا أيام جورج بوش لما كتبت الكتاب كان جورج بوش رئيس الأب أو الأبن الأبن كل الرشارش بهال البحث بهالإتجاه البحث بهالإتجاه كانت الأموال من الدولة كانت معطوعة عليها لأنه هيدا شغلة ما رح نمولها ما رح نمولها بحثوا بالسرطان بعد أمراض بس الخطيرة ما تقربوا منها لأنه هيدا شغلة اللي ضد الـ تبعون أنه فيها مالة دينية طبعا بهالمسائل حبت شوف لوين صرنا بأي مرحلة صرنا علميا في غير مسائل مقلة مقلة حل علمي كانت أكتر أنه تقرأ عن الأفكار تبع الغير بتقرأ أفكار الغير بتقرأ انطباعات الآخرين بتغوص فيها لكن بنفس الوقت عندك ثوابت ثوابت أنت مركز عليها ما بتزيع عنها أبدا ضمن هذه الأبحاث المختلفة هل اكتشفت أنه هناك أمور كثيرة في هذا الكون لا تفسير لألة لا براهين حثية لألة وياللي بيغوص فيها بيتعب في كتير في كتير مسائل اللي مقلة جواب وهيدا الشيء اللي بيخلي العالم طبعنا يكون غني بمسائل مثلا بمسائل دينية أنا بلاقي يلي يعتبروا حالهم بينهم بالإلحاد شي غلط لأنه ما فيهم يكونوا أكيدين أنه ما في شيء يعطيك مثل صغير 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 بعد لليوم لا يعرفوا لي فقط يكون شخص راجع على البيت يكون بعيد من البيت مئة متر كلبه يركض على البيت ويصبح يعوي بعد لليوم لا يعرفوا صغير ليه منا سمع منا الشم ما في ما في ما في ما في يسوه يسوه ويسوه 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 عدد مثالي يلي لليوم ما يلون برهان علمي المخوري ما تخاف ما تخاف ما تخاف 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 تشيخ تخاف تمرض تخاف تشيخ كثير تخاف امرض لأنه ما على اسف يعني صار حوالي كتير عملاد باخر كم سنة اللي وعتني أكتر من من العادي يمكن له المسائل أكتر شي بخاف منه صراحة أنه ما يكون موجود لا تساعد بناتي بالتراجكتور تبعهم بحياتهم لمسيرتهم هيدا أكتر شي بهمني بسريسة الحياة أنه نوصل طبعا لعمر ونفلت إيد أولادنا وهنا يمشوا يكملوا الطريق لحالهم طبعا بس بدل واحد بدي يكون موجود أنا بالنسبة لي ويتمنى يكون موجود أكيد ويساعدهم ساعدهم من هل بتخاف على حياتك؟ مش بالنسبة لل يعني أنت تستهويك أعمال التجسس والمطاردات والاستخبارات والإرهاب والجرائم تنطلق دائما من أمثلة حية من وقائع حصلت فعلا تبني الخيال على الواقع الخيال عندك حي ترى مين بيربح بقصصك بالأخير الأبطال أم المجرمين الإرهاب أم السلام بكتب يجرب ما يكون فيه أبيض وأسود من هالناحية يعني ما فيه ما فيه غالب ومغلوب فيه غالب ومغلوب بس منه 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 بيه بالمية يعني البطل منه بطل مية بالمية والإرهابي منه إرهابي مية بالمية فيه سبب لهالشخص صار إرهابي اي عم نحكي عن يلي بده عم نحكي عن دراج بارن بالمكسيك يلي مهووس أنه بده يلاقي دراج ويوزاعها عند دنيا يلي بتخلي الناس يعيشوا عياش عياش يلي عيشوها من زمان عساس أنه طمصوا هيدا هو بيعتقد هيك دراج بارنز إنه كريمينالز مش ما عم نحكي عن إرهابية بالمعنى اللي اللي مستعملوا أكتر اليوم مع الأوضاع اللي حولينا تعقباً أنا عم بتقولوا على هذا الموضوع نحن اليوم نعيش زمن الأصوليات زمن الإرهاب وزمن داعش وطبعاً هذه وقاءة حثية عم يعيش على عالم كله وعم يعيش رواسبة الإنسان أينما كان في هذا العالم هذه المواضيع هل بتشكل مادي دسمي بالاسمي لقالك أنت في كتبات مستقبلية في مشاريع مستقبلية هل تشكل أرضية خصبة لقالك بكتباتك كتباتي دايماً تتعلق بالعالم اللي عايشين فيه والأوضاع اللي عايشين فيه دايماً بتأثر منها ودايماً بتأخذ منها بيأخذ منها هيك قصص كتير هايين واحد يكتبها ولا جمهور كبير خاصة يعني مع غرب بالغرب بالنسبة لي هالمسائل الانترست فيهم أكتر هو تكون يكون العالم اللي عايشين فيه بالأشخاص اللي عم بكتب عنهم والقصة اللي رح تصير معهم منها منها هي القصة تبع هالعالم بس مش تقق منهم تكون لونش بوينت لهال أشخاص تعطيهم تاريخ تعطيهم أسباب يلي تخليهم يعملوا بس مش يعني هل ممكن نرجع نغوص معك في التاريخ أو في العقود الأخيرة أو في آخر مئة سنة من تاريخنا تقدر نفهم ليش وصلنا اليوم إلى الحركات الأصولية هذة مثلا؟ بطريقة صغيرة يمكن أي يعني هلأ عم بكتب كتابي اللي خاصه بال بالعثمانية بآخر ثلاث مئة سنة طبع منطقتنا بطريقنا وهي دي شيء يلي هلأ عم عم بقرأ عنا كتير آآ و بقى من هالناحية إيه؟ بس مش مش من نوع مش مش من ناحية كتاب آآ تاريخي بيور بالتالي السؤال طرحته بس برجع بعيد طرحه هل بتخاف على حياتك؟ في كتير كتاب مهددين بالعالم آآ مهددين أوكي لا ما بكتب شي اللي يعني بتجنب إشي اللي معقولة تسبب لي هالنوع المشاكل بكتبك بتتكار دايما عن عنوين آآ 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 هل تنجح عادةً آآ في الفصل بين القصة اللي تكتبها والقصة اللي بتعيشها؟ بشكل كبير يعني آآ آآ في عدة مرات آآ سمعت من لاحظة أنه آآ آآ ناس بيعرفوني بيقلوا الكتب وبيقولوا ل لمرتي أو لأمي أو لبناتي أنه بيك جوزك ابنك شو بيحلم بس ينام؟ منوين عم تجي هالأفكار السودة السودة آآ هل بتنام؟ بس بنام كتير أكتر من نزوم آآ تجي كوابيس؟ آآ بتعيش كوابيس؟ آآ 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 بس منيحة دايما عندي ألم حد توعب تكتب توعب تكتب لأنه لما عم بكتب كتاب بعيشه يعني لما ببلش أكتب كتاب بعيشه ليل النهار في نص الليل عم بفكر بسان ومشهد معين مشهد معين وبكتبه وخاصة قد ما يتقدم بالكتاب بيصير أكتر وأكتر بيخد لي حياتي لأنه أنا بدي أكتشف هالأشخاص وين رح بكون قبل بوقت بس بعرف بشكل كتير عام وين رح توصل القصة وشو رح يصير فيهن مع الكاتيبة كتير إشياء بتتوضح وتاخدك بمناتقية اللي ما كنت حاسب حسابها هناك تسلسل بكتبك في قطبة تنتقل من كتاب إلى آخر هناك حيوية هائلة في نقل الأحداث يلي منعيشها نحن عم نقرأ الكتب هذة بمين تأثرت ككاتب؟ مين تقرأ؟ أقرأ الكتابة اللي بيكتبون من نوع الكتابة اللي بجات الجو تبعي من أسمة اللي تشايلد هارلين كوبن دان براون مايكل كريتن نيلسون ديميل وكثير منهم تعرفت عليهم كثير منهم صنعوا أصحاب لأن عالم الثريل الرايترز الصغير وبعكس عالم هوليوود يلي في كتير كمبيتيشن وبيجربوا يخوزوا بعض بعالم الثريل الرايترز كتير تفاجأت إنه كتير بيساعدوا بعض الثريل الرايترز وبيصيروا أصحاب بس يجوا على لندن نذهب نروح أمريكا منشوف بعض حتى منسافر سوا مرات هل بتعيموا أعمال بعض؟ هل بتعطي رأيك بأعمال الآخرين وهن بيعتنوا رأيهم بأعمالك؟ طبعاً مرات مثلاً فينهم رح يتلفنوا لي مثلاً شو رأيك على الآن بهال بهالمحل بالقصة هيك هيك عم بيسير بتعطي رأيك ليه ما بيعمل هيك؟ أوكي نجربة فيه 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 تواصل وتناغم كتير حلو كتابك الملاز أو الهيكل أو الملجأ رويت فيه قصة لبنان بحرب تموز من العام 2006 كنت بدأت تكتب عن العراق فحصل ما حصل في بيروت وقررت أنك تكتب عن لبنان ترى هل اكتشفت أنه علمنا العربي أمام الفواجع والمقاسي والموت الفصول هي نفسها؟ يعني بيكفي أنك تستبدل اسم بلد ببلد آخر حتى تكرج التفاصيل نفسها؟ بالنسبة لهالنوع الكتاب إيه؟ لأنه لبنان أو العراق كان الـ تبع القصة، بس القصة خاصة مثل ما حكينا بـ سر من الماضي الأديم الأديم اللي معقول يكون يعطي حياة طويلة كتير اللي عرفت شو عليها؟ بقى اليوم بهالكتب اللي عم بيصير يوم بصورية شبيه لي اللي صار بالعراق اللي عم بيصير بمصر اللي صار بمصر ممكن شبيه لي اللي عشنا فيه شوية هون هالبلدان هالمواقع هن الـ الـ بس أنا عم بكتب عن قصة بتصير بين أشخاص بهالعالم القصة اللي ذكرتها كان مفروض تبلش بـ سر اللي بينكشف لما لما سقط الرجيم بالعراق وصار فوضى كتير وبالمتحف صار سرقات وصار كل شي تكسر بيلاقيوا الشي اللي كان مخبّة صار له مئة سنة، مئة هانة سنة وهي دي اللي بتنطلق منها القصة القصة كان فيها تصير ببغداد و بالعراق وقتها في 2006 كانت بعدها فوضى كبيرة طبعاً بس حبيت لما شفت اللي صار بلبنان ما قدرت اكتب صيفية طبعاً كنت عم بلش اكتب بالصيفية نفعت بالحاربة اللي عم تصير هون ما قدرت اكتب ولما وصلنا لسبتمبر وجات قررت لازم كف الكتاب لازم ارجع اكتب قررت انه لأهالقصة لازم تصير ببيروت بوقتها بوضع اللي كنا عم نعيش فيه وقتها بقى كتبته سبتمبر و اكتوبر 2006 والقصة بتصير بها الفترة زاتها بعهم هيدي زايدت كتير من قوة الكتاب لانو كانت اشيار اللي لايف بتصير حيية بقوة كتير إذن سواء كنا في بغداد أو في بيروت أو في دمشق مسرح الأحداث هو نفسه بالأخير يعلمنا العربي مع الأسف تنتخل من مكان إلى آخر مليء بالحب ومشحون بالدينامية ووالد كلما نظر في عيني ابنتيه عاش الربيع فاصل ونعود نذكركم مشاهدينا أننا بانتظار أراءكم عبر موقعينا الخاص وعبر موقعي تويتر على العنوان ريكاردو أر كرم وفيسبوك على صفحة كرم ريكاردو ريمو خوري تزوجت من السيؤل المكاي وهي إرلندية الأصل والجذور أنجبت ما معا فتتين رائعتين ميا وجريسي ويوم سئلت عن أجمل لحظات عمرك قلت وتخلق بناتي أنت شرقي جداً بعاطفتك وهلأ عندما نأتي على ذكر بناتك منحس إلى أي درجة عيونك غرورقوا بالدموع اليوم الفتتين كبروا واليوم الفتتين أيضاً تحرروا من سلطك ومن جناحيك وانطلقوا برحاب الدنيا هل بتخاف عليهم؟ أكيد تخاف عليهم كثير بنتي نقلت عن نيويورك عمره 18 سنة رأيت على الجامعة لما أنهر كنت بالأيو بي مع كل الوضع في لبنان كنت أظهر عمره 18-20 نظهر بالليل نرجع الساعة 3-4 بعد نص ليل كان عندي موتو كنت سوق موتو ما كان في موبايل فون ما كان في ما كان تليفونات عن جاء كان فيه ما بعرف كيف أهلي تحملوا هالفترة أنا إذا لما بناتي كانوا خمسة عشر وستة عشر إذا بيظهروا بلندن معهم موبايل فون معهم إذا بدون يرجعوا على البيت فيهم يطلبوا أوبر يعني أنا مع كل هيدا بيضل في طبعاً بيضل في هم عنهم كم مرة تحكيون بالنهار؟ هلا مع الواتساب كل نهار مش كثير مش كثير يعني مش متل قبل لأنه كبروا لأنه بس أكيداً مرة بالنهار رح نتصل بعد على شغلة طرفها يمكن بسك من لحظات العمر الجميلة بذكرتك يوم أركبت دراجة بعمل عشر سنوات أيضاً يوم أحل كتابك الأول في المرتبة الرابعة على قائمة نيويورك تايمز نشعر كأنك تعد أو تحصي اللحظات الجميلة كأنك بدك تتذكرها وبدك تسرقها من جديد من الذاكرة متى تقول عن السعادة لو طلب منك أنك تكتب عنها؟ أعطيك فكرة بمكتبة كل الحيطان معباية برويز صور ورسمات ورسمات عملوهم بناتين لما كانوا أولاد صغار كانوا يهدوني دايماً مش مش هدايا مش يبيشتروه كل حياتهم بيعملوا أشياء بيعملوا لي رسومات رسومات أو ما كنتت أشياء صغيرة بالبلاستيسين أنا على الدسك تباعي وكتبي وكذا وكل الأشياء محاوطة معباية الحيطان المكتبي صور عن أهلي صور عن سفرات صور عن الغلافات تبع كتبي مع صورة نيويورك تايمز وبالأحمر أعلى صور صورت في بوستر كبير عن بيروت طلعوه منيستر التوريزم وزارة السياحة بلبنان طلعته بالسبعينات كتب يا بيروت يا سيد الدنيا صورة الروشة وبيروت قبل يعني من وقتها عندي بوستر عن لبنان من 1927 معلق هل بتحاول توقف الزمن؟ كتير مش بس بحب أرجع على ورا هل بتخاف تغسر اللحظة؟ بعيش باللحظة هل بتتمنى تعيش بزمن آخر؟ هل بتتمنى تعيش بزمن الماضي؟ لا في بيروت الأديمة العتية اللي نحن هلأ مخاطين بصور تختزن أوجه جميلة منها فيها أصالة فيها بساطة بس فيها الكثير من السعادة انظر إلى أوجه هؤلاء الناس تشعر إلى أي درجة كان في عندهم سعادة كانوا فرحانين اليوم بتمروا بشوارع بيروت بتلاقي الناس وجزهم قاتم عابس في زعر، في حزن، في يأس في تشاؤم هل كنت بتحب تعيش بغير زمان؟ يمكن بهالفترة ايه، بس صعب فكر فيها لأنه برجع للواقع إنه التراجكتور تبعي أدى لعيشتي مع بناتي بجرد ما أتصور ما فيه يعني بستطعب تصور غير شي لأنه بقول كل شي كان تغير وكانوا بيكون يمكن غير أولاد وكانت بحبهم أكيد قد مناتي بس هالقد معلق فيهم وهالقد مبسوط فيهم إنه على كل حال طالما أنت عم تغرف بالحياة وبفصول الحياة في مفاجأة عديدة مخباية ما نعرف شو هي نحن ننتظرها متوسل إلى تكون مفاجآت فريحة وحلوة تمنيت لو كان بستطعتك أنك تجلس قبالة السيد المسيح وأنك تحاوره تمنيت أن تفعل نفس الشيء مع الراهب الروسي الأسود راسبوتين وتمنيت أيضا أن تجالس وتحاور ستيفن سبيلبرغ برأيك لو التأيته عن شو كنتو حكيته بديك تطرح سؤال واحد على السيد المسيح سؤال واحد على سبوتين وسؤال واحد على سبيلبرغ السؤال اللي بتطرحه لسيد المسيح في جملة على إطماعي من أول ما تلع الميوزيكل جيزيس كرايس سوبرستار طبع عندرو لويد ويبر بالسبعينات يمكن بهالغنانة كان في جملة اللي منسيتها بيقول فيها بالإنجليزي بيقول لماذا تأخذ كما تأخذ كما تأخذ كما تأخذ كما تأخذ أو هذا الزعن الغريب؟ الغريب القديم كتير وعلى محل ميوزيك اللي نعمل بإنجلد وامريكا بس سؤال بيكون ذاته أنه ليه وقتها ليش لوم وهيدا سؤال فكرت فيه بهذ الساين بيكون الحديث ما ولا زي مهم لأنه أثر السياسي هالقد يعني أثر بروسية هالقد بحب أسأله كيف عمل اللي يعملوا لأنه بعد لليوم ما بنفهم تمام كيف قدر عمل اللي يعملوا وماذا عن سبيلبرغ؟ سبيلبرغ بجرب ربطه وإجبره ليعمل فيلم من شي فكرة نلاقي فكرة سوى نلاقي فكرة سوى ندر نعملها فيلم المخوري تحب التغيير تعشق الحرية وتعشق التحليق ترى لو شفت عصفور أسير في قفص شو الشعور اللي بنتابك؟ لو بحس إنه بيقدر يداين ويعيش برات القفص بفلته ضغري بس إذا موجود بقفص يمكن ما بيقدر يعيش بره معود على قفص نحن في زمن أسود في عمر الكتاب الورقي والصحيفة الورقية نسبة القراء في لبنان لا تزيد عن 17% وكل 80 عربي يقرؤون سنويا كتاب واحد فقط لا غير في الولايات المتحدة الأمريكية الوضع تقريبا أفضل إذ يصدر هناك نحو 300 ألف كتاب سنوي مقابل 500 عنوان ثقافي في العالم العربي أنا بوصل هون لسؤالي الأخير أنت اليوم في لبنان الملبت هل تبدأ بنسج فصول كتاب جديد؟ هل هذا البلد بتناقضاته المختلفة هو بوابي بتغزي مخيلتك وبتمنحك طاقة وقدرة على الإنتاج وعلى الخلق والإبتكار؟ صراحة؟ صراحة؟ لا لأنه بنبسط يلي بكتبه أنه يكون شي خيالي يلي بيخدني على عالم حتى إذا فيه عالم ثريلر وعالم غامق يمكن من من ميلي بس لأنه خيالي ما بيأثر على ما أنه مشتق من الشي اللي عم عيشه يوميه لم أخوري انتهت حلقتنا الخيتام لعلك كيف تحب توقع اللقاء؟ بس أشكرك وإلاك قدين بسط بهالمحاضرة سعاد إلى إلي حالك عن هذه المقابلة من السنوات وما عم تحصل بالأخير ونحن على كل حالة زي قائل المشاهدين ننتمي إلى نفس نادي نادي الصلاة والنصدق وأصحاب اللوحة اللوحة الخفيفة يزداد الإنسان حرية كلما ازداد علما ورعب قرية تبدأ بتغيير إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى